على مدى سنين طويلة جداً كان دايماً الكلام عن التعويضات المرتبطة بالسد العالي تحديداً 48 سنة من لحظة افتتاح السد العالي والنهاردة بتعلن الحكومة على مستوى رسمي بتعلن ممثلة طبعاً في المستشار عمر مروان والوزير شؤون مجلس النواب إنها حتبدأ الإجراءات الخاصة بصرف تعويضات أبناء النوبة اللي تضرروا من إنشاء السد العالي وتعالية خزان أسوان مستشار عمر مروان كان بيكلم النهاردة في مؤتمر صحفي في مجلس الوزراء وقال إنه القرار ده كان صدر في 2017 من رئيس الوزراء علشان حصر المتضررين ووصل لرقم معين الرقم ده هو 3851 3851 يستحقوا التعويض من البناء 7865 ده رقم تاني يستحقوا من بناء السد العالي 3000 من الخزان من تعالية الخزان أسوان و 7865 من بناء السد العالي منهم 3107 متضرر اللي فقدوا السكن والباقي من الأراضي وفقاً لمستشار عمر مروان هتبدأ الإجراءات الخاصة بصرف التعويضات وإن هيئة التنمية الزراعية هي اللي هتبدأ مسألة توزيع أو منح الأراضي الجديدة التعويضية لمتضررين السد المساحة المخصصة للحكاية دي 6000 فدان وتبدأ إن شاء الله من آخر شهر السنة دي من ديسمبر 2019 19 بالنسبة للأراضي الزراعي